السبب اللي يخليك ما تقدر تلزم ذبانه أو تصيد طير بيدك هو ميستين تخلي الذباب والطيور يشوفونك بالتصوير البطيء أولاً سرعة السلام اللقطات البصرية بالثانية الواحدة وهاي الخاصية سموها FPS أو Friends Per Second يعني عدد اللقطات اللي تلتقطها عينك بالثانية الواحدة فقط العين البشرية تلتقط 30 إلى 60 لقطة بالثانية الواحدة فقط بينما الطيور تلتقط 140 لقطة أما الذباب يلتقط 250 لقطة بالثانية الواحدة الميزة الثانية هو Reaction Time أو سرعة التفاعل الجسدي مع هاي اللقطات اللي تستلمها العين سرعة التفاعل البشر تقريباً ربع ثانية للمعلومة البصرية أما الذباب يوصل 50 ملي ثانية يعني 50 من ألف جزء من الثانية أو 5 مرات أسرع من البشر دراسة من معهد MIT الأمريكي للتكنولوجيا اكتشف أنه سرعة التقاط عينك ممكن توصلها بنفسك إلى 75 لقطة بالثانية الواحدة وسرعة التفاعل الجسدي تزودها 20% يعني تزيدها إلى مستوى عدة بالضبط مثل ليونيل ميسي من خلال التمارين التالية اللحماء الجيد التمرين المستمر تدريب المتواصل ألعاب الفيديو البيض والاسبياناف النوم الصحي القراءة تعلم مهارات صعبة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء سهلة وتعلمها بالتدريج أكو دراسة أمريكية شافت أنه الناس يفضلون الأشخاص الأكثر صعوبة بالحصول أو التواصل شافوا مثلاً أنه الرجال من ينعجب ببنية كل ما تبهذه الأكثر كل ما تزداد احتمالية أنه يتزوجها بالمستقبل أنه راح شوفها تحدي بالنسبة إليه وشوفها أيضاً أكثر جاذبية يعني ملخص شوية ثقلة عليه شوية نشغلة عن نخس شوية شوية اختفي وبالعكس أيضاً تشتغل لرجال تطبقوها عن نساء لكن أكيد ممكن الحالات دائماً أكو استثناء شايفين رياضين من اللبسون باندج على الأعضلة المصابة أثناء التمرين اعتقاداً منهم أنها تسرأ شفاء العضلة وتحميها من فقدان قوتها بنفس الوقت أكو دراسة حديثة لمت كل الدراسات اللي حتشت عن الموضوع وقالت ماكو أي فائدة من هالباندج وما يساعد على سرعة الاتشافة من الإصابة العضلية والحلو أنهم ما يعرفون شنو البديل ولكن تبقى فائدتها العظيمة في حماية المفاصل مثل الركبة من الإلتواء وقاطع الرباط الصليبي أكو مشكلة طبية صايرة هاليان باستراليا ومدوخة شركات الأدوية أكثر من دراسة ربطت ما بين علاج ارتفاع ضغط الدم بالأخص مانعات الكالسيوم اللي يسموها كالسيوم شنال بلوكرز اللي هي الخط الأول لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبين تطور سرطان الثدي عند الرجال والنساء وصارت لك الوضعية بين الشركات ما بين اتهامات وتسقيط ورشاوي حتى يطمطمون الموضوع فحتى يحلوها بثل السنوات الجاية راح يسوون دراسة شاملة على 200 ألف مريض مصاب بارتفاع ضغط الدم ويأخذون هاي الأدوية وأيضا مصابين بسرطان الثدي رجال والنساء فإذا طلعت الوضعية صحيحة معناها شركات عملاقة راح تفلس وتنسد من السوق